صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته ثوام فحبه ضياء إليه شوق قلبي ومنه واحي ربي أتى لنا إماما وهديه ضياء محمد حبيبي هداه نور دربي فقل معي سلاما لخير الأنبياء لأن الذي جاء معك موقف معين ونظرة معينة وما يصير أحيانا بعض الناس يقول لش بعده ما تعامل معش بعده ما تعامل معش يقول لي الصراحة أنا أول ما شفتش قلت لي بطرانة بطرانة وقالتها لي واحدة من الأخوات مرة قلت بصراحة أنت أول ما قلت الدومي معنا يوم قلت شفت عليه قلت لي بطرانة ذي واكد شايفة نفسها أنا حتى واحد استغربت يعني لم يسويت عشان تقولي لي بطرانة بعدين متأت تغيرت كانت هي تبيع شي أشتريت من عندها ستويت طيبة فنحن نصدر الأحكام بناء على ما نأخذه من مصالح والأصل ليس ذلك ولذلك أعفوا عن الناس لعافينا عن الناس أعفوا عن الناس حتى إيش ما تكون هذه الأحكام عائق لأنه هي لما كانت مثلا تنظر لي أني بطرانة ما يجعلني هذا تتقنبني ما تتكلم وأنت تبقي مستغربة يعني الطرف الآخر ما فاهم أنا مسويت ولذلك أحيانا ما كل المواقف صحيحة في تحليلها يعني أنت لما تطلقي حكم أطلقتي بناء على تحليلش بس ما شرط يكون صحيح لذلك اعفي نفسك من هذه الأحكام نفس المجاكلة نفس العامل ونفسك من السورة كيف تنظر هذه الأحكام أحيانا من السيسيا ومن المتلافة كيف تحسيها أحبها وكيف تحسيها تقول هذه السورة تبريد ونت تتكلم وتلقي أحيانا هي ذكي بوب غضب أحسن 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 واحدة ون تقولش إلا مريحة إلا مبهار لا هو طبعا فيه هناك من يملك الحاسة السادسة لكن هذا الشيء ما هو العام لا بس هو ما هو العام يعني أنا ما أحكم بناء على ما شعرت لأن ما شعرت ليس له دليل فالأصل أنه أنا ما دام حاجة ما إلها دليل لا أطلق عليها حكما الشيء الآخر أنه إذا كان هذا الإنسان صدر منه سلوك سيء أكيد عنده سلوك إيجابي فليش أنا أفترض أنه هذا ظالم أو هذا سيء أو هذا كذا لمقرد أني أنا عشت معه موقف أو موقفين وهذا يحدث أيضا مع النساء مع أزواقهم يعني مثلا مثلا وحدة توها في فترة الملكة وخارقة هي وزوجها تشتري ويعين هو خلاص على الحديدة على الحديدة تعرفوا يعني على الحديدة لأنه الأول والتالي دفعه فطالعا ما قدر يدفع قالها ممكن تدفعي فيش راحت قالت هذا طمع ما أبغاه صح ولا لا هذا طمع طب انتظري انتظري الأول يعني لا تحكمي على إنسان ليش فلان ما تدفع قال لها مثلا أنه بوكي نسيان لنا أو حاقة طيب بوكك نسيته الآن ما شابوكي تلفون نزيل لكن فرضا يعني المرة الثانية كرر الموقف لا أريد فهم لكنه مرة واحدة وروحت تروح أقولكم خلاني يدفع هذا توب عدنا على البرة على البر ما بغى بنت الحلال يمكن الظرف عنده مشكلة عنده شيء سبحان الله صح الإنسان يقيله وقاتي فلت إيش المشكلة يعني فتصير إنه إحنا نصدر أحكام مقرد إنه أنا شفت موقف معين فصدرت الحكم فالحق الأصل منه أن أذهب لذلك لذلك يفترض إنت قبل ما تروح الحق أوش متسوي ناس ولأنه إحنا أكبر مشاكلنا أصلاً الناس أكبر مشاكلنا الناس فالمفروض إنه أنا تواصل الحين مصارت الناس رسالة صلى الله وبرك على أساس إنه أديت اللي علينا أول يروحوا بيت 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 عندما كان يفهمون ماذا يعني حق يعطونه قدره الحين رسالة وعوين إذا في بيني وبينكم شيء راصلوني على الخاص بعد أن نحنوا الرسل بعد أن نحنوا الرسل يعني شوفوا تخيلوا أنتم إذا أنا في ناس عارف إنه بيني وبينهم مشاكل أروح لهم أروح لهم وين المشكلة أنا أريد أتخلص فلازم يكون مهما إحنا قلنا قود ما قلنا قود رجالاً سعي صح إذا نبدل القود وين القود الآن ترسلوا رسالة وكلهم ويرسلوا لش حدا يدعي عليش حدا يقول إن شاء الله لا يوفقش ولا يتقبل منيش ما حد واللي ما راضي عليش بيسكت حتى ما بيرد عليش لا التسامح الأصل أنه أنا أتسامح من الناس اللي ممكن أنا أكون أذيتهم أو زعلوا مني أو صار بيني وبينهم سوء فهم أما من ظلمك من ظلمك أو تظنين أنه ظلمك اعفي عنه بمعنى أنه أسقط ذلك الحكم اللي حطتنا في رأسك إنه هذا سيء إنه هذا ظالم إنه عفوت عنه لله ما أفكر فيه وكلمة أعفو ما يعني إنه أنا موافقة على الغلط اللي سوى لا أعفو بمعنى أسقطه من أفكاري أسقطه يعني ما أرجع أفكر فيه لأنه الذي يقع للحكم ضار هو قدرتنا على إنه نعيد التفكير في ذلك الشخص هو هذا اللي يهلكنا ولذلك إيش يصير أوقف التفكير وعشان كذا في بعض النساء مثلا أحيانا تلك المطلقة لما تقيت قولي لها خلاص الله تعالى واش يقول ولا تنسوا الفضل بينكم في آية الطلاق فأتذكر امرأة أقول لها خلاص سامحي ولا تنسوا الفضل بينكم قالت ما سامحه وآله كذا وبدأت تدعو يا حرمة لا يعني أنت بالتعبي أنت بالتعبي قالت ما سامحه أنتوا ما تعرفوا مسوى أنتوا ما تعرفوا كذا قلت الله سألش سؤال هذا الإنسان في حياته شوفوا شوفوا الله تعالى المنهج المنهج أنه تنظر إلى الجانب الجميل ولا تنسوا ولا تنسوا أنت تعرضت لذرر صح لكن ما يقول لش ولا تنسوا الفضل لا بينكم يعني أكيد فيه شي فيه شيء إيجابي يعني على الأقل بينكم طفل بينكم حاقة حلوة يعني تخيلوا لدرجة أنه في بعض الناس ما بس تكره الشخص حتى تكره أولادها معاه ليش؟ لأنه أصبحت الصورة تطرف كامل في الحكم ما شافت قانب آخر وأمرأة ذات مرة ويمكن حكيتها كانت تسأل يعني أنه ماذا سيفعل الله به لأنها لما تطلقت من زواجها ومصيبة أنهما وين ما أخذين بعضهم عن حب بعد ما أعرف كم سنة تطلقوا صارت مشاكل فتكره زوجها وتكره مع والده اللي قابته يعني هذاك تزوج وهي تزوجته فكان ماذا يفعل هذا الولد؟ وهو عمره عشر سنين أتوقع كان يذهب بين الفترة والفترة يزورها يزورها هو سكن مع قدته لا الأب بغا ولا الأم فكان يذهب إلى زيارتها كل نهاية أسبوع ضل حاد ما كبر فكان كل مرة يروح يزورها تدخل من يستقبله زوج أمه يعني زوج أمه اطلع أحن فكان يستغرب يقول لها ما يعني ما له ذنب طب انتي بين شو بين هذك مشكلة هذا ما له ذنب فكانت حتى يعني آخر مرة يعني تقول له ما بغا شوفك وهو يبر بها احسن معانا ما تسل عنه لكنه كان مواضب أنه يبرها إلى ما قال في فترة وراح قال لها أنا بس قايا أخبرش أنه هذه آخر زيارة يعني أنا عارفش أنتي تضايق وكذا وأنا قايا أخبرش أنها آخر زيارة يعني وادعها فهو متعود أسبوعيا وكم مرة ما مرة ومرتين تقول له ما تقي وهو يقي مرة الأسبوع الأول مرة الأسبوع الثاني مرة الأسبوع الثالث مرة الأسبوع الرابع بدأت تقلق لماذا هذا الولد ما قام مرت تقريبا ثلاثة أشهر وشوفوا انتوا كيف بعد ثلاثة أشهر ذهبت خلاص يعني بتروح تسأل عنه عند قدته راح تسأل عنه قالوا لها الولد توفاء طبعا حتى ما قالوا لها لأنه وصى ما تروحوا لها ما تخبروها لأنها ما ترتاح متخيلين توفاء وقاية تسأل مو علي طبعا هي لما عرفت أنه الولد توفاء الولد كان عنده سرطان أصلا وكان مخبرين أنه وضعك يعني كما يقولوا خلاص متقدم ويعني فراح يودع أمه فهي طبعا هتقن الآن تقول مو علي فتلك الأحكام التي توصلنا إلى مرحلة بعدها ما ينفع شيء وذلك الحق هي فكرة الحق أنه أنا أسقط منها أخطأت نفس الشيء فأتخلص من كل شيء ضمرته هنا في عقلي لا ينفعني طيب من وين كيف إيش هي الممارسة أو إيش هو النسك اللي أسويه عشان أتخلص فيه جزئية موجودة في الحق نسك أول خطوة الإحرام الإحرام إذن أول حاجة الإحرام طب إيش معنى الإحرام التجرد إن زين فكرة الإحرام هذه إيش معناها حرمة عكسها حرمة عكسها مرح فإذن معنى الحرم عكس المرح معنى تكون قاد القدية يعني تكون قاد وصادق فعلا ولذلك الله تعالى قال إنه فلا رفث صح ولا لا قال إذن واضح ولا ما واضح هنا يعني لا تعمل أشياء ولذلك الإحرام معناه ما بس ما بس إنه أنا يعني أعمل صالحات ولكن أيضا أتوقف وأكون قاد بالضبط أمسك نفسي فأكون قاد في الموضوع ما أتساهل مع الأمر في بعض الناس أحرم ما قلناه فتلقي أحيانا شوفوا في بعض منهم حتى في الطواف مع أنه الأصل أنت في صلاة والطواف حدفشهم أعوذ بالله صارت طوف أيوة أيوة مثل هذه الكلمات أنت 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 تقول محرم صح تتقول أنك محرم الآن إيش المشكلة الآن هنا أنت معناه ما قاد ولذلك الإحرام معناتها القدية والقدية بمعنى أنه أنا أكون صارم وحازم مع نفسي أتجنب كل سلوك ما له يخليني كلمة مالك ليس معناها على طول حكم على طول حكم يعني واحد فشني لذلك أتذكر لما أول مرة صرت العمرة واحدة من الأشياء التي أوسطني عليها أمي قالت لي ركزي إنه لا تخطئي على أحد تحملي يعني ولا تحكمي على أحد حد ضربني بمقص حد ما أعرف ما أعرف ما أعرف هناك شالين وطاحف كدفي وأنا أحاول فعلا أنه ما يعني ما أعمل شيء أو أعمل ردة فعل نحن نرى الآن في حياتنا طفلي شوحش بشيء ليس على طول ليس أدب الصغيرين بوتو ليس أدب ليس التربية ولا أحيانا يدعي علي وعلى أمه صح ولا لأ لأنه على طول أحكام فهنا أن تكون جاد فإذا كنت جادا يصبح ذلك سلوكك سلوكك فلما تقي بعد الحق خلاص ما نتدربت إذن الأصل نفس الشيء ما الأصل إنه يا الله فرصة الحين توعد تساوب وأبغى ما ينفع لذلك الإحرام معناتها القدية وإنه أنا ألتزم طيب المقصد الثاني المقصد الثاني الإحرام نفس الشيء أستاذ لا خلاص الإحرام قلنا هو التحرر أو التطهر المقصد الثاني من الحق الطواف ممكن الطواف طيب إيش الهدف منه هو الطواف لأنه سبع أشواط طيب إيش الهدف منه طيب لماذا نطوف حوالينا الكعبة جاهز الكعبة وإنها هي أعرفة لكن ما هي بالنسبة للمسلمين قبلة صح ما يعني القبلة القبلة الوجهة طيب لما نتوجه إلى القبلة ما هذا ما يعني كلنا كلنا نتوجه إلى القبلة طبعا نحن لا نعبده القبلة نحن نعبده رب القبلة صح؟ لكن فكرة أنه طبعا الإنسان دائما يحتاج إلى شيئا مادي عشان يستشعر الشيء المعنوي عشان يستشعر الشيء الداخلي الباطني محتاج إلى شيء ظاهري هي تعطيني الشعور أيوة تعطيني الشعور تعظيم طيب هذا التعظيم تعظيم من؟ الله إذن معناه أنا هنا المقصد أنه بدل ما يكون عندي ستمائة وجهة في حياتي يكون لي وجهة واحدة وهو الله إذن هنا أحقق التزاني عبر توحيد الوجهة يعني ما يكون عندي ستمائة وجهة إحنا في حياتنا في واقع الأمر شوية عشان خاطر أمي شوية عشان خاطر زوجي شوية عشان خاطر وأولادي فنفسنا ما لها ما منضبطة في العمل ليش؟ لأنه أنا أرضي فلان وعلان والله تعالى حاطت له ستمائة شريك فإذن كون كل الناس حتى قال لك من كل ضامر وقال لك إنه الناس وقال أيضا وجهت وجهي للذي فطره السماواتي والأرض وقال إنه صلاتي ونسكي وأيضا أساسا الإنسان إذا كان ما عنده تركيز أو بمعنى صح ما موحد الوجهة بمعنى أن العقل تشتت وبالتالي السلوكيات مالها عشوائيا فإحنا قلنا الحق هو عبارة عن تنظيم أنت متنعشل رايح متنعشل رايح مبعثر رايح وأنت غير منظم فالله تعالى إيش؟ يرقع لك النظام عبر هذه عندما توحد ولاحظوا كلهم حتى دائما لما يتكلموا في التاسع يوم يقول العربي والأجنبي وكلهم يجمعهم واللباس وهي الفكرة إنه أصلا مركزين ولاحظوا التركيز ولاحظوا البياض والمظهر والهيبة وهذا هو التعظيم إنه لما تشوف المنظر أصلا وكل ماله كل متصل بالله هذا يصيح وهذا يتمرمط ولكن كلهم ويش مسائل إمرأة تبكي مسائل حولها حد أصلا ما حد من تبهلها لأنها في اتصال توجه تام وبالتالي هنا تفكر من يشوفني وما يشوفني هل أصلا حد فاضي يشوف على فلان وعلان؟ وهي هذا التركيز إنه أنا ما يهمني فلان وعلان للأصل والتالي هذا التدريب معنات الله تعالى يدربك نفس الشيء أنت في العمل يوم تعمل ما دام يرضي الله تعالى لا تفكر في فلان وعلان ما هي الفكرة أصلا؟ أصلا هي إشارة أيضا للنهايات صحيح بدايات لكنها إشارة أيضا إلى النهايات طيب يصير أحيانا مثلا إمرأة تريد خلينا نقول أنه تعمل عمل أو خلينا زوجها يقبرها على عمل أنه مثلا خضي قرض وهذا دائما أقولها فهي واش تقول؟ عن يزعل إذا قلت له لا شفتوا؟ تفكر فيه طيب أنت في الحج بكيتي وعذرا أحيانا حتى الإنسان ينزل ويكون ما عندك لينكس حتى ما قلس يفكر في منظره يعني ما مهم بهذه الدرجة ما مهم المنظر حتى تروح أنت بأبسط الأشياء يعني حتى هذه الأشياء أنت ما تركز عليها مركز على إنش أن يكون بسيط ولذلك حتى مسألة اللباس سرائلها هدف أنه ما يكون شغلك الشاغل اللبس خذ أبسط ما يمكن أنك تلبسه لا زينة ولا زخرف ولا غيره لا حاجة بسيطة حتى النعال يقول لشيء مفروض ما يخاط لنشوفه لأي درجة لكن هنا الفكرة مو أنه أنا يكون تركيزي فقط علاقتي مع الله تعالى فإذ أتوحيد طيب انت استطعت في الحق ليش هنا ما تستطيعي انت ما انتبهتي لفلان وعلان ولكن ليش ما استطعت لأنه في الواقع هذا الإنسان شريك لله صح ولا لا انت هذاك الإنسان ما بعتبرتنه شريك لله وبالتالي ما هم منهش لذلك مدام قدرتي يفترض أيضاً الآخرين بنفس الطريقة أتحرر من سيطرتهم هل هذا الأمر يرضي الله؟ لا ما يرضي الله سامحني أطلقش كيفك؟ المرأة تقول ليش أخاف إذا طلقني ليش؟ ما في حريم قبل الطلق مشكلة أنها تخاف من شيء ممكن ما يقع أصلاً تسبق الحدث فالأصل أنه الله تعالى قال إنما ذلك هو الشيطان يخوف أولياءه وعلى فكرة الشيطان ترى يحضر بين العلاقاته لذلك هو دائماً يحب يخرب علاقتنا مع الله تعالى عبر تمزيق علاقتنا بالآخرين ليش؟ لأنه الإنسان المستقر في علاقته مع الآخرين هيكون مستقر في عبادته لكن الإنسان اللي عنده مشاكل واسألوا النساء بالذات يعني يوم عندهم مشاكل مع أولادها مع زوجها مع معرف من معرف من تلقي عبادتها مالها ثقيلة ليش؟ ما مستقرة أصلاً من الداخل شركاء فواجه يسوي دائماً ينزغ الشيطان دائماً ينزغ عن طريق الخوف ترى إذا ما رضيتي فلان بيزعل وإذا ما رضيتي على فلان أنت ما عندش كرامة وتبدأ إيش؟ الشيطان ما له؟ أيوة شافش تصلي وتعملين إيش؟ يعني عبادة راح وس وسلش في العبادة الشيطان قاهز حال الطاعات وتمزيق العلاقات أستاذ في تمزيق العلاقات ولذلك الله تعالى يريدك أن تربط العلاقة بينك وبين الله حتى تحسني في العلاقة بينك وبين الآخرين ولكن ما تستطيع تحسني العلاقة بينك وبين الآخرين حتى يكون أول شيء اتصالك بالله تعالى اتصال صحيح وإنه يكون مركز بمعنى واضح ولذلك لما الله تعالى أمر نبيه ابراهيم إنه إيش؟ يعمر البيت لأنه كان موجود من زمن نبينا آدم هو أعاد بناء البيت مرة ثانية الهدف هي إيش؟ أنه يكون بالنسبة لي واضح أنه في وجهة واحدة واضح أنه في وجهة واحدة والدليل أنه حتى الله تعالى لما قال لنبيه قد نرى تقلب وكلمة التقلب مو يعني؟ غير التقلب أيضا تشتت من اللي يتقلب؟ ما اللي يتألم؟ فمعناته شتت فالله تعالى يريد أن يلم هذا الشتات إذن الفكرة من الحق أيضا أنه أنا أركز حتى يلم أو ينظم شتاتي طبعا أيضا من ضمن المقاصد من ضمن المقاصد اللي هو تحقيق البدايات القديدة أن أولدوا من جديد وبداية قديدة يعني إيش؟ يعني نتيجة قديدة طيب ما هي المناسك اللي تعني بالنسبة لي بداية قديدة؟ طيب قلنا إحنا أنه ثلاث قائمة على ثلاثة أمور الأمر الأول هو أن تسعى سعي نسميه إحنا السعي السماوي إيش يعني السماوي؟ أي الاتصال بينك وبين الله وهذا يتم من خلال ويش؟ أول حاجة النية أول ما تنوي أنت تنوي لمن؟ لا تعالي ولاحظوا أول الأعمال ماذا؟ أول الأعمال مش بعد الإحرام أول الأعمال؟ طواف ولا ما الطواف؟ طيب هذا الطواف مو يعني؟ طواف ألم يقال أن الطواف صلاة؟ الطواف صلاة مو يعني صلاة؟ يعني اتصال إذن أول عمل أقوم فيه هو الاتصال بالله تعالى تمام؟ إذن هذا الزميل اتصال السماوي إذن قائم على الحركة اللي هي اتصال السماوي طلبة عندهم امتحانات أو خلينا نقول عندهم بادي المدرسة بدأت المدرسة أو عندهم مشروع أو أي كان أي عمل تريد أن تصل إليه أول شيء اتصل بالله حتى ماذا يعينك يعين محتاج قوة ته حتى تكمل بقية الأمور فأول حاجة هذا لا يتم إلا عندما تتصل بالقوي هذا نسميه إحنا السعي السماوي يعني لازم يكون توجه ماله لله تعالى بحيث أنه أنا أستمد القوة منه فأتوجه إليه نية وجهه إليه ثم ماذا أتصل به حتى إيش أخذ المدد القوة التي تعينني على أنه أنا أستمر طيب أيضا لاحظوا العملية فيها تكرار حركة الدوران هذه عملية إيش تكرار إيش فائدة التكرار هذا هذا نسميه سعي تعليمي قلنا الأول سعي سماوي وإحنا نسميه سعي عمودي هناك السعي التعليمي إيش يعني تعليمي يعني عشان توضح ويسوي علامة والدليل أنه أنت لما تطوفي سبع غير لما تطوفي مرة أساسا بتحسي إنش كأنش دخلت فيه يعني إيش في كما يقال في الشعور الباطني يعني بدأت تحسي كل مرة تمشي كأنه الاتصال بالله تعالى يصير أقوى فلابد من أن يحدث علامة ولذلك يسمى سعي تعليمي طيب أيضا الصفاء سعي منوعه سعي إن سميه هذا السعي الأرضي أو السعي الأفقي إذن هنا ثلاثة أنواع من السعي يعملها الإنسان حتى ماذا؟ حتى إيش؟ حتى يتحقق له الولادة لازم يكون عندك ثلاثة أنواع من السعي لذلك اتطلبه بعدين لاحظوا في النهاية اللي هو يوم عرفه مو يكون لاتصال بس إيش يكون عمودي سماوي صح؟ لاحظوا هنا اتصال يبدأ باتصال عمودي يكرر ثم اتصال أفقي أو سعي أرضي ثم نرجع مرة ثانية اتصال عمودي إيش المشكلة؟ المشكلة الناس في حياتها تبغى حاجة من الله تعالى إيش تروح؟ تدعو دعت بعد ما دعت راحت تسعى سعي الأرضي حتى اسمه أرضي وأفقي بمعنى أنه سعيك المادي قهدك المادي غير عن السعي السماوي السعي السماوي يعني اتصال بيني وبين الله طيب هذا السعي الأرضي أو الأفقي هذا بعد ما يخلصوا ما يفكرون هم أيضا بعد ذلك يدعون الله تعالى انتوا لاحظوا نبي الله إبراهيم مسوى أول شيء طبعا يسأل الله تعالى الإعانة لما بنى البيت لك يوم خلص مقال وهو يعمل هو متصل لكن بعد ما خلص قال خلاص وبعدين دعا إذن موه نصار حقق الاتصال السماوي إلا ما حققه إذن بدأ باتصال سماوي ليش لأنه قال وجهت وجهي ثم بعد ذلك بنى سعيه الأرضي سوى اللي عليهم مهمة الأرضية اللي الله تعالى طلبها منه اللي هو إعمار البيت بعد ذلك اللي هو السعي المعنوي أو دعا لله تعالى الحين السؤال في ناس بغي تسوي شيء في منهم ما يبدأوا أصلا بالسعي السماوي على طول يروحوا إيش وهنا الخطأ لا تتحقق حاجاتك ولا أمورك نجاحكم لا يتحقق إلا إذا أول شيء أول ما بدأ العام الدراسي يبدأ العام الدراسي يا رب أسألك اليسر يا رب أسألك التوفيق يا رب جعلها سنة سهلة يسرة نفس الشيء وانت حتى رايح الحق اللهم يسر اللهم يسر إنو التيسير أنزين؟ خلصتي ربنا تقبل خلصتي كل شيء ربنا تقبل نفس الحالة ذكرت اسعي الآن السعي المذاكرة بعد ما أخلص المذاكرة ربنا تقبل ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا وزدنا علمه يا أخي هذه اللغة لغة الاتصال الله تعالى ستجد أن أمور شمالها ماشي سهلات لكننا ماذا المشكلة؟ قال لك أنا دعيت وسعيت وبس وتوكلت على الله وهو قال سيراقب لكنه إيش فائدة الدعاء قبل وبعد نظمك شوفوا قبل وبعد حكتين قبل وبعد لماذا؟ لأنه الأول ولأنه الآخر لأنه الأول ولأنه الآخر فما بطن في داخلك وهو الباطن يظهره لك لأسمه الظاهر فأنت لازم تشتغل بذل طريقة ما ينفع تبدأ فيه وتنتهي لنفسك يعني يدعو الله تعالى ويسعى وبس وقف لا أبدأ بالله وأنتهي لله إنا لله وإنا إليه راجعون هذه النقطة اللي يفترض أنه نعرف أنه أي بداية جديدة تريدوها أول شيء اسألوا الله تعالى أنه يعينكم بعد اسعى شوفوا إيش الأشياء اللي تقدر تسويها خلصت اسأل الله تعالى تمام الأمر إحنا الصلاة وهي الصلاة نبدأوها إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأو بالله صح؟ ثم ماذا؟ استغفر الله صح ولا لا؟ ذكر على طول ننتقل من ذكر إلى ذكر وفي الاستغفار نسأل الله تعالى ما له أنه يتقبل الصلاة صح ولا لا؟ لماذا؟ يصبح العمل ما له كامل طب ليش في حياتنا ما نسوي كذاك؟ العقيب أنه ليش في حياتنا؟ بعد أن يقولش ما تم الأمر ما أتحقق الموضوع السبب ببساطة لأني لا أعمله كما الله تعالى مع أنه الله تعالى يعلمنا في الحق إذا نشر أهمية الحق؟ أنه أنا أتبع نفس المنهج لأن الله تعالى قال الناس أي إنسان يريد ينقح في حياته يبدأ بالله وينتهي إلى الله صلىه وجهه وبداية وهو الأول والله بيده النهايات ونهاية فهو الآخر فأبدأ به وأنتهي إليه حتى تتحقق لنا ما بين سعينا حتى يقبل السعي اللي بينهم يقبل السعي الذي بينهم أنا إن شاء الله ما أكون تأخرت عليكم كثيرا بس آخر حاجة اللي هي التبصر بأخطائي إيش يعني أتبصر بأخطائي؟ لأنه إحنا عادة عادة يعني أكبر أخطائنا مثل ما قلت لكم مرتبطة بعلاقاتنا ففكرة أنه أنا أبقى شوفوا الجميل في الحق أو في أي عبادة إيش هي؟ تحقيق الاتصال والاتصال بمعنى أنه أنا وأنا مركز ما الذي يبدأ يظهر في لحظة التركيز؟ قبل راحة القلب ما تظهر الأشياء التي تشغلك؟ صح ولا لا؟ ظهور هذه الأشياء يجعلني أراها بعض الناس للأسف لأنهم ما فاهمين أنه هذا نوع من أنواع العلاق أساساً كيف يعني؟ يعني لما أنا أكون مركزة مع الله تعالى ويا رب أريدك وأريد رضاك وأريد وأريد أنك تقبلني ويا رب سامحني ويا رب وإلى آخره من الأدعية تبدأ تنط كذا المشاكل فأنت تظني أن الله تعالى ما قابلنش أو أن الله تعالى يعني شاغلنش بشيء آخر المشكلة أنه أنه إحنا نقلس ننشغل بها هي هذه المشكلة فنفقد تركيزنا لا أنت خليش مركزة حتى لو نطت هذه الأفكار هذه الأفكار الله تعالى يريكي هنا المشكلة عندش يقول لش هنا المشكلة هنا المشكلة هنا المشكلة خلاص فهمتي طيب ماذا أفعل يعني بعد ما أخلص من الدعاء أسأل الله تعالى طيب يا رب دلني هذه المشاكل اللي عندي دلني أنه أنا أحلها بطريقة صحيحة ستقدي أنه أصلا أخلب مشاكلنا هي عبارة عن ردود أفعالنا الأحكام يعني أنا عندي مشكلة مع فلان لأنني حكمت عليه فأصبحت سلوكي يقعلني أتصرف فلا يظهر لي إلا ما أكره لأنه أيوة أنا مركزة على هذا الشيء بتلاحظوا أنه أصلا أغلب مشاكلنا عبارة عن أحكام واحدة مثلا ما توفقت في حاجة قالت أنا محسودة حكم فلن ترى إلا الحسد واحدة تبغى تعمل عمل أو قالت أنا ما متوفقة أنا عارف عمري ماشي توفيق لأن الله تعالى غضبان عليه أصلا سوء الظن عليهم دائرة السوء فهي الفكرة نعم شوفي مسألة أنه أنا ما أصدر أحكام بمعنى أنه أنا هذا الإنسان أساسا أول شيء ما أشغل نفسي فيه ولا أفكر فيه ثاني شيء أصلا ما يجعلك فيه حماية من أي أذى هو أن تلقى إلي الله وأساسا ما بس ما بس الناس ولاحظي المعوذات وحده ناس وحده الفلق بمعنى أن لك عدوين لك عدوين مش عدوين بل ثلاثة نفسك نوب عدوة أيضا الشياطين إنس وقن فإيش الله تعالى قال لك كيف تتقنبهم أول شيء قال لك ما تفكر فيهم الشيء ثاني وإيش قال لك أعوذ مو يعني أعوذ ألتقي معناته ألتقي إحنا يوم 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 شيء سمتجينا فكرة مو نسوي أنا ما ألتقي إلى الله مو أقول يا ريت نقول أعوذ بالله رجل حلال يا ريت ها قلساش صح والله وسوى كده وسوى كده صح عقب صح صح بسألكم سؤال ما توا منتشر حاجة سمها النرقسي ما تسمعوا عن حاجة سمها النرقسي أصبحت النساء تصنف زوجها نرقسي لأنه سوى شيء معين قالت نرقسي وراحت فتحة اليوتيوب ولا فتحة الكتب وقالوا لها نرقسي شوية نطلها شوية نازحة قالت نرقسي ما قابلها أغراض قالت نرقسي اختلفت معا قالت نرقسي ها قلت الحلال أحسن لش أحسن لش ما تبغي تسمعي هذه كثير صارت منتشرة فصارت النساء تعاني أحسن لش ليش تو أنا مستغربة تو ذنرقسيين ما طلعوا لذا اليومين يعني صح ولا لا يعني تو معناته آبانا ومهاتنا كانوا سابقا ما شاء الله ما شاء الله يعني علاقتهم يعني يعني كما يقولوا هناك رميو جوليت ولا عبلوا عن تر يعني لا وفي شديدين فيه ما لها علاقة بالنرقسية هي سلوكيات أنا بدأت أركز عليها فتزداد وفيه جزء ما قال سأشوفه عشان كذا لما الله تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم معنات أنتو فيه شيء ما قال سين مركزين عليه فيه ناس تتطلق لكن طلاقهم راقي بمعنى أنه أنا وإنت مختلفين أيوة لكن فيه جزء جانب جيد عندك وعندي جزء جانب جيد والمصلحة هي التي تجمعنا مصلحة أولادنا مثلا أيوة وتقول ليش وارتحته من ذلك النرقسي وهو النرقسي قال سيصيح على الصوف يقول ما عارف ممسوي المشكلة أنه مثل ما قلت لكم أصبح أصبحت المعلومات تقال ولكن أساسا كلمة نرقسي كلمة نرقسي لا تطلق إلا على شخص صنفه أخصائي أو طبيب نفسي بعد اختبارات يضعها أو يخضعها له وبعدها يقرر فما أنا اللي أقرر ما لأني أنا شفت منه سلوكيات فرحت قلت نرقسي ثم أنه أصلا لما أنا أقول نرقسي على طول إيش صح صح نرقسي لدرجة ماذا قالوا من ضمن الأشياء أنه النرقسي لا يشفق وأفضل طريقة هي أنه تطلقي أو تصبر على المرار إذا عندي أولاد صح مع أنه ما صحيح لأنه نعرف ناس نرقسية وتعافد أو بمعنى صح يعني بدأت المرأة تشوف القانب القيد وبدأت أتوقه لأنه أصلا النرقسية إيش مشكلتها نحن كلنا على فكرة فينا نرقسية للعلم كلنا فينا شيء من النرقسية والنرقسية يعني فقدان ثقة ضعف الثقة كل ما هناك أنه أنا أبدأ أنه أنا أبدأ أشوف القانب القيد وأركز عليه على طول الثقة مالها ترقع وليش لأنه لما تقيد تشوف في صفاتهم على قولتهم النرقسية أنه مثلا عنده مهارة إدارة مالية النرقسية شاطر ماليا طيب يوم هو شاطر ماليا عازز هذا القانب ركز عليه لا هي ما شايفة ما يقول لك كلمة حلوة نرقسية شو بمباغية ثم أنه فضلي أنا ورط نفسي بعض 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 يعني أنه أنا أجهل أمر ما في بعض الأحيان نعمة لماذا؟ لأنه أحيانا معرفتي بالشيء تقعلي ضغط عليهم تبدأ الوساع والصدخ الخاصة إذا ما أعرف أديرها نرقس يا وين الرجال اللي داخل خارج بس يصفع يتنازع وعصبي وما عاقب إنه شيء يوم يوم يبغى يستوي طيب يستوي طيب يوم يبغى إذن الغاليات قبل أن نختم لأنه نطولت عليكم كثير ولكن هي الفكرة فعلا أنه كنا نريد نوضح الأمر بشكل أكبر وإن شاء الله البركة فيكم في إيصال الفكرة أساسا من هذه العبادات وما الله تعالى يريد مننا من هذه العبادات فإن لهذه العبادات أسرار ومن أبرز هذه الأسرار أن رحلة الحق هي رحلة سمو ونمو ورفعة يعني أي حاجة تريد بها رفعة عليك بنفس مناهج أو مناسك الحق هي أن تسعى سعيك الثلاثي اللي ذكرنا الأمر الأمر الآخر أنه من من عاش حياته بنفس المنهج ليس فريضة الحق وإن كانت فريضة الحق مطلب فإنه يفترض من عاش هذا المنهج الأمم نفسها الأمة لأنه إذا صلح الفرد تصلح الأمة فإذا أنا صلحت كفرد وغيري صلح كفرد وهكذا إيش حصل حصل الازدهار وما سقطت الأمم إلا عندما سقط الأفراد سقط الأفراد أيضا الحق عبارة عن بداية جديدة أو ولادة وهل تحدث ولادة دون تزاوج أنزيل وين التزاوج في الحق أيوة وأنا أيضا أعود إلى ماذا إلى نفسي أيوة عرفتوا الآن لا تحدث الولادة إذا حصل تزاوج طيب في شيء نقطة أخيرة نتكلم عنها عن الاستطاعة هنا نسمع كلمة الاستطاعة أيضا في أحاديث الرسول الرسول قال أنه والحج الأركان العلم من استطاع منكم الباء يعني نحن نحن بعد كل عمل نعمل ولاحظوا على فكرة رمضان واش في السعي الثلاثي ولا ما فيه اتصال بالله وأعمالنا نسويها ونهاية ونهاية اليوم لهو التراويح نبدأ بالله وننتهي لله صح ولا لا حركة ثلاثية موجودة ألا ما موجودة ثم بعد ذلك لتكبروا الله على ما هداكم ولذلك من استطاع منكم الباء فليتزود عشان تحدث ولادة واللي ما يستطيع فليصم فإن الصيام جنة فإذن العملين فكروا فيها وإيش علاقة الولادة باليوم التاسع ها الجنين نفسه يحتاج إلى تسعة أشهر وفيه صيام صح ولا لا إذن هنا لاحظوا طيب عملية ليش التزاوق بالذات شوفوا مسألة التزاوق الناس على بالها أن العبادة يعني هو فيه سنة عند الله تعالى وهي أنه لا تحدث ولادات إلا إذا حدث تزاوق طيب الله تعالى يريد أن يكون المولود نقيا فلازم أقول شيء يمر بعملية إيش تنظيف وهذا التنظيف لا يتم إلا عبر الاستعداد يعني أنا لازم أكون مستعدة ولذلك لما قال النبي استطاع من استطاع إذن لازم أتهيأ إحنا كيف تحدث الزواج الآن كيف يحدث خذوه فغلوا لا استعداد ولا تهيئة ولا فهم فبالتالي لأني ما مستعد إيش يحصل كذلك الحق إذا أنت ما مستعد لصح ما يكتمل صح فيصبح المولود مشوهة ما صحيح إذا كان إذا كانت الأم عندها مشاكل نفسية وتروح تأثر على الجنين سألوا الأمهات وكيد تعرفا الولد اللي كنت فيه حملت فيه وانتي ما أوكيه كما يقولوا مشاعرش الجنين مو يطلع الولد صياح أقل شيء وكيد يصيح ما كما أخوه لماذا؟ لأنه في ذلك الفترة كانت مشاعرش ما ضبط عصبي طبعا يؤثر أو كنت فيه مشاكل مع حد فإيش فتسقط على ذلك لذلك أي وحدة حامل رفقا رفقا بمشاعرش عشان الجنين يطلع بأكمل صورة وأكمل صورة لذلك عملية الزواج لابد لها من استعداد ما نوع الاستعداد يعني ما شروط الزواج خمسة ما شروط الزواج الإسلام نقم واحد الإسلام يعني بمعنى أنه لازم تزوج هل تنفعت تزوجي غير مسلم إسلام طيب ما معنى الإسلام يعني عملية تسليم بالنسبة للحق لأنه أنا وقهت وقهي وسلم وأمري لللم طيب رقم اثنين عاقل صح عاقل 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 ما يعني عاقل يعني مدرك 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 لأفعاله صح كذلك المفروض وأنت رايح للحق مدرك لنواياك وأفكارك طيب البلوغ ما يعني البلوغ الله تعالى وصف إبراهيم بأنه ماله حليم صح ماذا يعني حليم بلوغ ما يعني بلوغ وبعدين بدأ إيش يبني يعني اشترط عليه الحليم أيوة أيوة القاهزية قاهز لعملية إيش إنه يبني في ناس تزوجهم أطفال ما جاهز وفي ناس تروح الحق قررت قبل بشهر وتروح عند الحملات والشي ما تقملوا فيي والشي ما دخلوني وهين كنت انتي صاني ما كان متكملات الفلوس توق تملا وتصير يعريتها بعد وقبل بشهر قبل بسبوع عند زبط الحلال في تسجيل في أشياء في وزارة ما بكيف تقملوا شوفوا لي شي وهي ما مستعدة فلازم الإنسان يعني أنا مثلا ناوية السنة هذه أروح الحق إذن أنا قبلها مفروض استعدان البلوغ البلوغ بعد غير البلوغ اللي هو أيش نسميه هذه الحرية يعني رايحوا أنا ما ما مكبر رايح بإرادتي فعلا أريد ما لأنه فريضة لا أنا رايح وأمتلك الحرية التامة لأنه في حرية اختيار هنا ما إكبار بعد آخر شيء الاستطاعة المادية الاستطاعة المادية نفسه شيء ما ينفع واحد يتزوج وما عنده استطاعة مالية إلا طبعا في ناس الله تعالى يسر لهم مثل ما في ناس تتزوج ويقول لهم المهر دفع ريال نفس الشيء تيسير من الله تعالى لكن الأصل إنه أنا وهيئ نفسي ماليا شفت عملية هي عملية زواج ولكنه ولذلك الله تعالى سننه نفس المبدأ في أي عمل نفس المبدأ طبعا هذه أيضا دعوة لكم لأنه إن شاء الله إحنا تاريخ 24 هذا الشهر رايحين عمره وسنكون سعداء إنكم تكونوا معانا في حملة قبا الذهبية إن شاء الله ويكون في عندنا نفس الشيء كذلك قلسات حلوة لكن داخل الحرم وأيضا بيكون بإذن الله تعالى في السكن فإذا حابين أنا كنت تمنى أنه يعني ذا بس أكيد يعني الأخوات ما أي قصرا إذا حابين تسقلوا وتكونوا معانا 24 لمن يحب أن يكون معنا إن شاء الله وهي قصيرة وحلوة وصغيرة يعني ما فيها تطويل وإن شاء الله راح يكون في عندنا قلسات تدبر بالإضافة لأنه في دورة كده مصغرة جميلة عن العمرة وعلاقتها بالمرأة ليش بالذات العمرة ليش ما أي عمل آخر إيش علاقته بالمرأة وإيش ماذا يفعل بالمرأة أو ماذا تفعل مناسك العمرة بالمرأة إيش التغيير اللي تحدثه وأيهما أنسبوا لها هذا شيء الشيء الآخر طبعا إذا كنتم نويتم إنكم أنتو تروحوا الحق فالبدار البدار بمعنى إنه لا تؤقلوا الأمر ولا تتعللوا في المبررات ولا تخيفكم المبررات لأن المبررات ما هي إلا أحاديث شيطان يلقيها على مسامعكم حتى إيش يبعدكم لأنه يعرف أنه في أي عمل خير تعملوا هو اتصال بينكم وبين الله وهو يريد أن يقطع هذا الاتصال فينزغوا بيننا وبين الله وينزغوا بيننا وبين الآخرين ولا تستصعب أنك تتسامح مع من ظلمته أو من أذيته ما تستثقلوها العملية صدقوني تظنوا أنها صعبة إيش يعني الواحد كده شوية كما يقولوا الإيجو تبعوا الغرورة شوية يقول عني يقول لكلمة تقبليها معلش أنا غلط فيه خليه يقول ما يسامحني أنا بدأ عليه سويته بس المهم إنه إيش أبادر أبدل جهد وأبادر وقلنا هو جهد وأعرفي أنك إذا بدلت هذا الجهد فإن الله تعالى يحقق لك نتيجة والجهد الذي أرود أنا أقوله أيضا أن تكون مركز إنه رضى الله تعالى هو الذي يحركك فإذا حركك رضى الله تعالى لأنه رضى الله تعالى تتحقق معه النتائج التي ما تتخيلها النتائج التي ما تتخيلها من صلاح حياتش بكل تفاصيلها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وعرفوا أن جزاء الله تعالى ما بس في الآخرة يعني كلمة الآخرة ما يقصد بها يوم القيامة لا أيضا نهايات يعني بمعنى أنه الله تعالى يوفقك في البدايات تبذيلي قهد في البدايات يوفقك الله إلى النهايات التي تليق بك وأحسن لأن الله تعالى عطائه ليس كأي عطاء عطاء كريم إذا أعطى عطاء عظيم إذا أجزل في العطاء وبتحس أنه أصلا كل ذاك التعب اللي أنت سويته لا يسوى شيء أمام تلك الراحة والسعادة فإذا وحدة من أسرار أيضا الحق أنك تكون من السعداء والله تعالى يريدك تكون من السعداء بالله عليكم السعادة هذه ما نتلقاها لما يولد ومولود جديد هي هذه شايف شعور المولود الجديد هكذا الإنسان يفترض أما إذا أنت حقيت أو اعتمرت وما عندك ذلك شعور المولود الجديد في مشكلة معناه في مشكلة الولادة ما صحيحة يحتاج معناته في شيء غلط الولادة ما صحيحة هنا وصلنا إلى نهاية قلستنا سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزاكم الله خير ومرة ثانية اعتذر نعرف خضيت ساعتين تقريبا لكن في تفاصل الله يعطيكم الصحة والعافية رب وسأل الله تعالى لكم السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين الله يعطيكم الصحة والعافية بارك الله فيكم اشتركوا في القناة